كيف حقيقة تطور؟ وشو حقيقة انه جد جدنا ارد؟ شو حقيقة التطور؟ وكيف ممكن الكائن البشري يتطور؟ معقول تصير الآلات من حولينا؟ هي المسيطرة علينا؟ نلغي الحزن ونخزن الأحلام اللي بتهمنا لنشوفها لاحقا؟ خليكم معنا نحاول نجاوب على هالأسئلة من خلال برنامج علامات ترقيم مع أحمد معقول بشر ينقرضه؟ طيب شو يعني انقراض؟ مرحبا، هذا المقطع اللي شفناه هلأ هو من مسرحية الإنسان والإنسان الخارق للكاتب البيطاني جورج برنارد شو وعم يحكو فيه انه نحن كبشر إذا ما اططورنا فمصيرنا الانقراض بس شو يعني انقراض؟ علماء الأحياء بيقولوا انه الانقراض هو موت أو إبادة نوع من الكائنات واللي بتصير بسبب قوة بيئية أو بسبب التغيرات التطورية اللي بتطرق على أعضاءه مثل سوء التكاثر أو زواج الأقارب هلأ أكيد لما سمعتوا كلمة انقراض مني خطر لبالكم ديناصور كبير بحكم انه نحن دائما مفهوم الانقراض مرتبط عنا بانقراض الديناصورات بس خليني يعطيكم معلومة غير انقراض الديناصورات المشهور كان في عنا 17 انقراض رئيسي خلال الستمائة مليون سنة الماضيين العلماء بيعتبروا انه جميع الكائنات هي تحت خطر الانقراض بحال ما تم اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ عليها على فكرة الإنسان واحد من الكائنات خلينا نروح برحلة زمنية لنشوف الشعوب القديمة كيف كانت تشوف التطور؟ خلينا نبلش بالاغريق بالقرن السادس قبل الميلاد الفلاسفة الاغريق تعاملوا مع الكائن البشري على انه جزء من العالم الطبيعي مثله مثل بقية الكائنات اللي هي بدأت بالماء وطورت لحتى تعيش على اليابسة والفلاسفة الاغريق بيعتبروا انه تطور الكائن الطبيعي اللي منه الانسان بيتم بدون قوى خارجي عن نطاق الطبيعة بشكل طبيعي صينيين كان عندهم نفس الفكرة عن نظرية تطور الإنسان أما الكتاب المقدس فهو بيفطرط انه الإنسان خلق على صورة الإله أما القرآن فهو بيرفض انه الإنسان أصله أرد مهما كان الشبه كبير وبيعتبر انه الإنسان أمة مستقلة بحد ذاته بلشت من عند سيدنا آدم والحيوانات الأخرى هي أمم أخرى بشكل طبيعي بالمناسبة ولحتى ياخد هذا الموضوع حقه قريباً راح يكون في عنا حلفة خاصة عن التطور من ونشية نظر الأديان والكتب المقدسة وعن فكرة الخلق وقديش نحن ممكن نقارب بين الفكرتين وشو الاختلافات اللي بيناتهم أما من ناحية العلمية فمصطلح التطور وموضوعاته هن من أكثر المواضيع اللي أثارت جدال دارلين بيعتبر وبحسب شجرة الحياة انه التطور بيتم من حيوان أقل تعقيداً إلى حيوان أكثر تعقيداً ومن خلال الأحفوريات اللي لقاها لقا أنه الكائن البشر يتطور من سلف مشترك مع القرود وطبعاً هالشي تم خلال فترة زمنية طويلة لا يوصل للشبه الموجود فيه الإنسان حالياً لحد ما وصل لشكل الإنسان العاقل أو الحديث واللي كتير شبيه بالإنسان الحالي واللي يكتشف في أفريقيا واللي بيتقدر عمره بين 150 إلى 200 ألف سنة مع العلم أنه التطور مناطقي يعني البداية كانت من أفريقيا ثم آسيا ثم أوروبا تخيلوا أخيراً أوروبا وكل منطقة جغرافية كانت حسب العوامل والبيئة المحيطة أول ذكر لمصطلح الإنسان العاقل كان عام 1758 من قبل العالم كارلوس لينوس اللي عمل أول تصنيف شامل للكائنات الحية وعلى فكرة هات كان قبل داروين بمئة سنة وبعد حوالي مئة سنة وبمكانين مختلفين داروين وراسل والاس اكتشفوا أنه أفضل طريقة لتفسير التطور هو عملية الانتقاء الطبيعي واللي هي عملية غير عشوائية من خلالها بزيد أو بينقص عدد الكائنات الحية بسبب اختلالات حيوية طيب هلأ وقف تطور فعليا؟ حالياً ما فينا نفصل فهمنا للتطور عن مجال الذكاء الصنعي والآلات وبها الخصوص في كتير وجهات نظر الأولى هي انقراض البشر أو استعبادهم من قبل الذكاء الصنعي أما الثانية فهي البشر رح يظلوا قادرين على تسخير هاي الآلات أو استعبادهم أما وجهة النظر الثالثة فممكن نختصرها بحالة دمج الإنسان والآلة تعاوا نحكي بالتفصيل عن كل وحده بداية من أنه البشر حينقربوا أو يتم استعبادهم من قبل الآلات وأكيد مرأت مع كل واحد مننا بمسلسلات وروايات الخيال العلني وقوام هالفكرة هي قدرة الآلة على تطوير نفسها بمنعزل عن تدخل البشر وبهالحالة رح توصل الآلة لقدرات تفوق قدرات الإنسان وبالتالي قد تصبح هي من يتخذ القرارات البشر هن اللي اخترعوا الآلة وبالتالي هن القادرين تفوقوا عليها بأي وقت ومع هيك ما خلط هالنظرة من وضع قواعد واللي أشهرها هي قوانين أسيموف وبالمناسبة أسيموف هو كاتب خيال علمي أميركي من أصل روسي كتب هاي القواعد بإحدى قصصه فالقواعد هي 1. لا يجوز لآلة التسبب بإذاء بشري أو السكوت عما قد يسبب الأذى له 2. يجب على الآلة إطاعة أوامر البشر إلا إذا تعارضت مع القانون الأول 3. يجب على الآلة المحافظة على بقائه طالما هالشي ما بيتعارض مع القانون الأول والتاني أما الفكرة الثالثة فأهم روادة هو رجل الأعمال إيلون ماسك الأميركي من الأصل كندي وفكرته هي دمج التكنولوجيا بالعقل البشري على فكرة إيلون ماسك هو أغنى أو تاني أغنى رجل بالعالم يوم هيك ويوم هيك حسب أسهم البورصة وهو من مؤسس لمجموعة شركات كتير كبيرة منا سبيس إكس ومنا بيبال اللي حكينا عنها بحلقة البتكوين سابقا من خلال شركتو نيورا لينك اللي بتهدف لدمج الذكاء الصنعي بالعقل البشري لمجارات التطور الموجود حاليا عام 2017 أعلن إيلون ماسك إنه بيهدر في تصنيع أجهزة وهي الأجهزة عبارة عن شرائح الكترونية بتم زرعها داخل الأنسجة البشرية لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي الخطيرة مثل الشلل والزهايمر بوقت كتير قصير وهي الشرائح اللي تم الإعلان عنها هي المرحلة الأولى من شرائح يتم تطويرها لاحقا وهي خلال المرحلة الأولى بتهدف لعلاج الأمراض العصبية وبالمرحلة الثانية بتهدف لعلاج الأمراض النفسية بالمرحلة الثالثة رح نكون كبشر قادرين على التحكم بالذكريات والأحلام وقادرين على تخزينها أما المرحلة الرابعة فرح توصل لإلغاء الشعور بالألم والحزن أما المرحلة الخامسة فرح نوصل للتخاطر والبرمجة العقلية بعد هيك ما عرف عام 2020 بشهر 8 تمت الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جهاز النيورالينك 1024 وهالجهاز هو روبوت منصة آلية جراحية لزرع الشرائح داخل الأدمقة وهالجهاز أخذ موافقة ليتم استخدامه باختبارات بشرية محدودة وممكن وصله بالهاتف الذكي وكمان بالعام نفسه إيلون ماسك عمل تجربة على ثلاث خنازير الأول ما زرع داخله أي شريحة الثاني زرع داخل دماغه شريحة ونشر فيديو على اليوتيوب بتبين ذبذبات هاي الشريحة داخل دماغه واللي تنبهت عند أي تغيير قام فيه الخنزير أما الثالث فقام بزراعة شريحة داخله وبعدين تمت إزالتها ليوضح للناس أنه هاي الشريحة ما فيه إلى أي آثار جانبية ويمكن زراعتها وإزالتها بشكل بسيط الملفت للنظر أنه الخنزير اللي تم زرع شريحة داخل دماغه مارس حياته بشكل طبيعي من دون أي تغيير الملفت بالنظر انه الخنزير اللي تم زرع شريحة بدماغه مارس حياته بشكل طبيعي وما بتفرقه عن اي خنزير تاني واعلمت نفس الشركة عن زرع شريحة بدماغ قرد ليتمكن هالقرد من لعب ألعاب الفيديو باستخدام دماغه فقط وبعدها اعلن إيلون ماسك انه تجارب السيرية على البشر راح تتم بالربع التاني من عام 2020 ولكن لحد الان ما صار هاد الشي قد يكون بسبب كورونا أول متطوع بشري استجاب لإيلون ماسك لأجراء التجارب عليه كان اسمه هومان كوماي وهو مواطن كندي مصاب بشلل شبه كامل من الكتفين حتى القدمين بسبب حادث سيارة من 20 سنة وهو اعلن هالشيمة خلال تغريدي على تويتر ويتوقع انه هالشرائح راح تتوفر بالبداية بسعر غالي جدا ولكن مع الوقت ممكن نخفض السعر وتصير متاحة لكل الناس أو ممكن نصير متوفرة لجزء من البشرية متطور بس الجزء الآخر من البشرية راح يبقى منونها تطور وهذا الموضوع بده حلقة لحاله لحتى ناقشه من الناحية العلمية والأخلاقية وشو ممكن تكون آثاره على الجنس البشري واحدة من أهم المعضلات حاليا هي موضوع سياسة خصوصية للبيانات الخاصة بالمستخدمين والشركة حاليا عند تشتغل على هذا الموضوع والتصريح لإيلون ماسك قال أعلم أن هذا يبدو بشكل متزايد كأنه حلقة من بلاك ميرور وبلاك ميرور هو مسلسل خيال علمي مشهور بس عملية الزرع لشرائح لاخل الجسم البشري هي مو أول عملية من هذا النوع وفي كتير أمثلة عن عمليات زرع شبيهة ومنها عمليات زرع القوقع اللي بيقدر من خلال هالأصم يسمع من خلال تركيب جهاز ميكروفون خارجي بيسجل الأصوات وبيرسلها للعصب السمعي عن طريق إشارات وكمان عمليات لإعادة البصر من خلال كاميرات وربطة بالعصب البصري بس التجربة الملفدة للنظهر كانت بعام 2014 علماء من جامعة واشنطن أجروا تجربة على شخصين بيناتهم واحد كيلومتر وتمكنوا من خلال إشارات دماغية يتواصلوا عن طريق التخاطر وقدر شخص منهم يخلي الشخص الثاني يضغط على زر معين من بين كومة إزرار بالنهاية لسا الحكي مبين مأخوض من مسلسل أو رواية خيال علمي الحقيقة الذكاء الصنعي هو مو مجرد ضرب من ضروب الخيال بصفنا صغيرة منلاقي أنه الآلة تدخل بجزء كتير كبير من حياتنا وممكن بالقريب نشوفها صارت جزء من أجسادنا وممكن تكون هي اللي رح تنقل البشرية من إنسان عادي لإنسان خارق خليكم منذكرين أنه الشي اللي حكيناه اليوم ما هو إلا جزء بسيط من أفكار كتير ضخمة وعم تشتغل عليها عقول مفكرة حول العالم بحثوا أكتر عن الموضوع واتطلعوا دائما على كل شي جديد بهالمجال وفكروا وفكروا بالسيناريوهات المختلفة اللي حكيناها على المستقبل وهل نحن كبشر فعلا قادرين نتطور وكيف ممكن يكون شكلها التطور وقديش ممكن الإنسان يضل ضمن حالة الأنسنة اللي منعرفها حاليا لا تنسوا تكتبوا رأيكم بالتعليقات وإذا في أي استفسارات كتبوا لي إياها والأهم خلوا نظرة على المصادر المكتوبين بالوصف كنت معكم ببرنامج علامات ترقيم مع أحمد سلام